السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس بطلالة ترحب بكم وتقدم لكم درس آداب الشراب من آداب الشراب أعزاء الطلبة أن نشرب الماء على مرتين أو ثلاث مرات نبدأه كل مرة بالتسمية فنقول بسم الله ونختمها بالدعاء الحمد لله كما يجب علينا أن لا نشرب من فم السقاء أو الإبريق أو الزجاجة بل نصب في كوب ونشرب كما يجب علينا أن نشرب بيدنا اليمنى وأن نشرب الماء جالسين وليس واقفين فذلك يضر بصحتنا هيا نتذكر ماذا قلنا في السابق من آداب الشراب هو قول بسم الله الشرب باليد اليمنى أن نشرب الماء على ثلاثة أنفاس وأكثر أن نقول الحمد لله الشرب جالسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته